استعالوا بقى نتطمن على فريقنا ونروح لكريم أحمد زملنا مراسل قناة الأهلي يقول لنا أجواء الفريق من فندق اللي قامة قبل بداية المباراة فاضل يا كريم شكرا لك يا كابتن أيمن والشكر طبعا موصول لكل جمهورة للنادي الأهلي ويا رب إن شاء الله بإذن الله كل التوفير النهاردة مع لعبتنا في مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة الأهلي وإنبي الجولة 30 على استيد الأهلي ويقى السلام إن شاء الله بإذن الله لعبتنا كالعادة تكون على قدر المسئولية تركيز الكبير التحضيرات خلال 48 ساعة الماضية من بيتسو موسماني كل الأمور دي إن شاء الله تنفذ وتكلل بالجهد الكبير داخل 90 ديئة بنأملها إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي استعدادات بالنسبة للتدريبات الأخيرة لمحاضرات الجلسات جلس كابتن محمود الخطيب ببيتسو موسماني اللاعبين الكبار اللي ليهم دور كبير جدا الحقيقة خلال الأيام الماضية مع التحفيز وخلق دوافع كبيرة جدا مع فريق النادي الأهلي كابتن سايد عبدالحفيز لكل الحقيقة يعني فقدان النقاط الأخيرة في المباراة الأسماعيلي في وقت صعب جدا وحساس من بطولة الدور العام يعني إن شاء الله بإذن الله نأمل نهاردة تكون انطلاقة جديدة من حيث الفوز وأيضا كمان أداء فريق النادي الأهلي اللي بنأمل وانتظره في كل المباريات دور كبير جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي في كل مرة هنأكد عليها كابتن أيمن مرحلة مهمة جدا وحساسة جدا محتاجة الدعم من كل جمهور النادي الأهلي في توقيت لعبة النادي الأهلي بتنتظره ومجلس الإدارة بينتظره وأيضا كمان جمهورنا مش جديد عليه الدعم الكبير اللي احنا منتظرين لن نشوفه خلال الخمس مباريات القادمة التوفيق وعدم التوفيق بيطرق طبعا ربنا سبحانه وتعالى لكن الجهد الكبير اللي بيقوم بيه فريق النادي الأهلي التحضيرات المميزة للجهاز الفني هي دي اللي بنحط عليها أمال كبيرة جدا كابتن أيمن إن شاء الله مع المجود الكبير ده التوفيق يكون معنا النهاردة في المباراة وفي المباراة المتبقية من بطولة الدوري العام عدد كبير من الغيابات ويمكن قائمة طبعا النادي الأهلي النهاردة بتفقد محمد شريف واحد من أبرز العناصر خلال الأيام الماضية حصوله طبعا أو ممكن أحراز 19 هدف ده أمر كان مهم جدا وكنا بنعمل كمان أنه يستمر على كده ضرب أرقام قياسية ويمكن كمان هدف النادي الأهلي لهذا الموسم لكن سوء توفيق قابل محمد شريف أيضا كمان بدر بنون نهاردة بيغيب عن فريق النادي الأهلي سلبية المسحة خلال زي ما أكدنا لكن بعده عن التدريبات خلال الأيام الماضية فضل الجهاز الفني أنه نهاردة يكون خارج قائمة هذه المباراة ينضم له كمان لخارج القائمة وليد سليمان ومروان محسن وناصر ماهر كريم ندفد ومحمد محمود وأحمد رمضان يمكن كمان نقطة مهمة جدا نهاردة أكيد بيتسو مسماني بيحذر اتنين من اللعيبة على الحصول على الانذارات وممكن انذار التالت يمكن ياسر إبراهيم عنده انذارين وأيضا كمان عمر السلية عنده انذارين بنأمل نهاردة يعني مبقاش في احتكاكات قوية طبعا أكيد يعني على حسب المباراة وممكن سير المباراة بيكون الأمور ماشية زي انت عارفة كابتن أيمان أي فريق يقابل النادي الأهلي بيكون في الاتحامات قوية جدا واحتكاكات قوية جدا نظر الأهمية المباراة وأيضا كمان نظرا انه بيقابل قيمة كبيرة جدا لنادي القرن وبطل القرن هو النادي الأهلي فبنتمنى انهاردة ان شاء الله يكون في حرص كبير جدا من ياسر إبراهيم وعمر السلية عشان ما ندارش نفقد كمان عدد من اللعيبة خلال الأيام القادمة وتحديدا خلال المباراة القادمة متوجدين كابتن أيمان طبعا في فندو الإقامة المحاضرة فنية انتهت لفريقة للنادي الأهلي يمكن بيتسو مسماني اتكلم على أكثر من نقطة لتركيز كابتن حلمي طولان أيضا كمان يمكن لديه عناصر مميزة جدا عارف طريقة لعب النادي الأهلي فالشغل كبير جدا من الجهاز الفني والشغل الأكبر كمان منتظرون يكون في 90 دقيقة من فريق النادي الأهلي كل الأمور الحمد لله طيبة حتى هذه اللحظة كابتن أيمان خلاص على طول بقى مجرد ان احنا نتوجه لاستاذ الاهلي والسلام لاستاذ بالهديئة المباراة ويكون معك العادة الكواليس الحضور لأجواء أرضية الملعب كل الأمور دي وأيضا كمان تشكيل فريق النادي الأهلي اللي ان شاء الله بإذن الله يكون موفق بيتسو مسماني في اختيار العناصر لكون النهاردة بإذن الله في هذه المباراة وأيضا كمان ان شاء الله بإذن الله بنأمل ان اللعيب اللي خارج القائمة تعود من جديد سريع عن الاستكمال مشوار النادي الأهلي في رحل الدفاع عن لقب طولة الدور العام الصعب جدا الأمل موجود وبنعمل من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون مركزة بشكل كبير تنتهي الخمس مباريات يوقي كل حدث حديث وإن شاء الله بإذن الله فريق النادي الأهلي كعدتوا يكون سبب ومصدر سعادة لكل جمهور النادي الأهلي جزينا الزميل العزيز كريم أحمد طبعا زي ما شفنا الحمد لله الأجواء مطمئنة زي ما حضرتكم سمعتوا من زميلنا كريم